حلقة اليوم سنتعلم مع بعض خطوات تثبيت تعريف الطابع الكنون LBB 6750DN من خليل الكمبيوتر او اللابتوب وحلقة اليوم مكونة من فقرتين الفقرة الأولى سنسبق تعريف الطابع باستخدام الكابل L-OUSB والفقرة الثانية باستخدام الروتر الواي فاي وعشان ما تقولش عليكم يلا بي نبدأ بالفقرة الأولى وهي خطوات تثبيت تعريف الطابع باستخدام الكابل L-OUSB فدل الوقت سنذهب مع بعض الجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فأيلا بي مبدئاً كده يا جماعة أنا سأجدوكم رابطين تحت الفيديو في خانية الوصف أو ممكن تلاقيهم في أول تعليق لمجرد أن نتظر الرابط الأوليين دوت سيحول لك صفحة الكنون الرسمية وده خاص بتحميل تعريف الطابع الكنون LBB 6750DN والذي سنطبع عليها خطوات حلقة النهاردة والرابط الثاني فيه تعريف الطابع الكنون LBB 6780X هي نفس الخطوات ونفس الطريقة ونفس كل حيث لا يوجد اختلاف ما بينهم النهائي فقط أرقام الإصدار ثم سننزل تحت الفيديو لحد ما يأتي لك تختار هذا الرابط اللي هو URF2 ضغط واحدة عليه وتنزل تحت الفيديو ونختار download ثم نختار download مرة أخرى ثم تنتظر بعد الدقيقة لحد ما يتم اكتمال تحميل التعريف وزي ما نرى جالي تحميل التعريف وطبعاً التعريف يعتمد على سرعة الانترنت لو الانترنت لديك سريع شوية ستجد التحميل بسرعة فننتج الى حد ما يخلص التحميل وزي ما نرى التعريف خلص خلص تمام سنقوم بالصفحة عادي جداً ونذهب على قائمة التنزلات او download او تعريف التعريف التي سنحملناه الآن سنقوم بعمله click mean على عادي جداً ونختار اختيار اسمه extract here او بالطريقة دي او زي ما نرى فتح لك هنا اختيارين طبعاً معظم أنظمة التشغيل عندنا يتبقى 64 فانا اختار 64 ثم نختار سطب الى قبل الاخيرة ثم نختار yes فبيظرر لك القائمة القدامة جديدة هنا مكتوب language اللي هي اللغة طبعاً لو انت ضغطت على next واتبعت باقي الخطوات فانت ستكمل باقي الخطوات باللغة الانجليزية طب دلوقتي انا عاوز اختار اللغة العربية او اختار اللغة المناسبة لها اعمل ايه؟ اختار هنا على الخنادية كده واختار مثلاً اللغة المناسبة لها انا اختار مثلاً اللغة العربية ثم اختار ناكس ثم اختار نعم ثم اختار اتصال USB لكي اختار التالي ثم نختار yes وفي الخطوة دي بيطلب منك تركيب الكابل USB الواصل من الطابع والكمبيوتر او الطابع واللابتوب او زي ما نرى اول ما ارى ان الطابع متوصلة ظهر لك الخطوة دي عن اختار التالي ولو انت لقيت صح هنا وضغطت على اعادة التشغيل فانت هتعمل اعادة التشغيل للكمبيوتر فالقضاء ان تشيل الصحة ديت تماماً ونعمل خروج وبكده ثبتنا تعريف التعبع من خلال الكابل USB بنجاح ودلوقتي وصلنا مع بعض للفقرة التانية وهي خطوات تثبيت تعريف التعبع من خلال الراوتر واي فاي فلو انت شفت الفيديو اللي فات وهي خطوات اتباع من الموبايل على البرينتر فالفقرة ديت ستعديها وحتروح على الفقرة الخاصة بالكمبيوتر لكن لو انت لم تثبيتها بكدام الراوتر لاي فاي شوف معي الخطوة ديت حتى ما لا تشارك اول حاجة سنتجح للمين ونختار STD Network Menu ثم نختار OK ثم نختار اول اختيار TCB IP Settings ثم نختار اول اختيار IPv4 Settings ثم ننزل على اثنين اختيار IP Address Settings ثم نختار IP Address لو لقيت الابي عندك كل اسفر كده يبا انت ماش صح هنعمل اختيار خطوة وراء كمان واحدة ونطلع على IP Mode ونحولها لأوتو وبعد ذلك تأتي هنا وبتجيب كابل الان كده متوصل بالراوتر وتركيبه هنا بالطريقة دي كده وبعد ذلك تطفى التعبع من زراء التشغيل وبترجع تشغيل مرة ثانية وبعد ذلك نتأكد ان البرينتر اخدت رقم IP الاتجاه لمن كده نختار نختار STD Network اوكي IP Address Setting IP V4 ننزل على IP Address Setting نختار اول اختيار ستلاحظ التبع بتاعتك اخدت رقم IP بالشكل ده نجا خطا الوراء ثم واحدة كمان ونطلع على IP Mode ونخليها دلوقتي مانويل ودلوقتي هنروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونطبع خطوات واحدة واحدة مع بعض نجا نجي هنا ونطبع نفس الخطوات بالضبط نختار سطب اللي قبل الأخيرة ثم نختار ثم تحدد اللغة اللي انت عايزة اول مناسبة لك ثم نختار نختار ونختار بدء ودلوقتي تقدر تطبع من الموبايل بكل سهولة وده من خلال رابط انا سيبولك تحت الفيديو في خانية الاصف او ممكن تليف اول تعليق حيعرفك ويعلمك ازاي تثبت التعليف في الموبايل وكمان خطوات التبع على نفس البرنتر واول ما يجيلك الرسالة ديت هنشيل الصحي كده تمام ونعمل خروج ثم نختار وبكده سبتنا تعليف التعبع من خلال الراوتر الواي فاي بالنجاح هنقفل الصفحة دي عادي جدا خلاص مش محتاجنا في اي حاجة طب دلوقتي انا عرفت التوابع مرتين مرة من خلال الكابل اليو سي بي ومرة من خلال الراوتر الواي فاي عاوز لما اجي اطبع ابقى عارف ان اطبع من الكابل ولا اطبع من الراوتر الموضوع بسيط جدا نختار كنترول بانل اللي موجودة على سطح المكتب ولو ما لقيتها على سطح المكتب ممكن تعمل سيرش وتبحث عليها نختار عادي جدا ثم نختار Portis وأنتم او زي ما شايفين البرينتر متعرفة مرتين. انهي واحدة فيهم اللي من كابل يوسي بي. وانهي واحدة فيهم اللي من خلال الراوتر الواي فاي. الموضوع بسيط جدا. هتشيل الكابل يوسي بي الواصل بين الطابع والكمبيوتر. اي طرف يوم. تمام? اه دي انطفت. يبقى دي من خلال الكابل يوسي بي. طبعا عايزين نتأكد اكتر انها من خلال الكابل يوسي بي. كليك كلمانة عليها عادي جدا كده. ونختار برينتر بروبيرتز. ثم نختار بورتز. هتليم تعلمة على يو اس بي. يعني دي. يو اس بي. هنروح على جنرال ونمسح الكلام اللي بالازلاء ده. ونكتب من خلال الكابل يوس بي. ثم نختار اوكي. ودي طبعا اكيد من خلال الراوتر الواي فاي. نتأكد اكتر. كليك اللي من عليها كده عادي جدا. ثم نختار برينتر بروبيرتز زي ما نشايفين كده. نختار بورتز. هتلاحظ ان البرينتر اخذ رقم اي بي بالشكل ده. يبقى دي من خلال الراوتر الواي فاي. نرجع على جنرال كده. ونمسح دي ونكتب من خلال الراوتر واي فاي. تمام. ثم نختار اوكي. طبب دلوقتي عايزين نزبط الاعداد الخاصة بي. ازاي. اي واحدة في يوم. كليك كلمانة عليها عادي جدا كده. ونختار برينتنج بريفرانسيس. هتلاحظ ان دي الاعداد بتاعتك تمام. هنختار حجم الورق يبقى اي فور. تمام. ونختار حجم الاخراج برضو. اي فور. ودي مكتوب اتباع على الواجهين. هنخليه على وجه واحد. وانت بيطبع حبيت تخليه على الواجهين. ده اوبشن موجود في اي برنامج. فالافضل ان انا نحدد على الواجه واحد. عشان لو معاك ملف فيه اكتر من ورقة. بيتبعش كله على الواجهين. ونجينا عند مصدر الورق. نختار الدرج واحد. ثم نختار ابلاي. ثم اوكي. وكذلك في الراوتر الواي فاي. على الواجه الواحد. نختار حجم الاخراج برضو. نختار مصدر الورق. يبقى الدرج واحد. ثم ابلاي. ثم اوكي. فيه حاجة مهمة جدا قبل ما اقفل معاكم حالة النهاردة. الكابل اللان ده اللي هو روايح للراوتر. لو انت خلعتك بالطريقة دي. يبقى انت مش هتتبع من خلال الراوتر الواي فاي. اذا كان لاب توب او موبايل. لازم طوال الوقت تكون مركب الكابل بالطريقة دي. وكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة. اتمنى ان نلقى عجبكم. اتمنى ان الموضوع يكون نلقى عجبكم. ومنتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.